نروح بقى للاتنين مهاجمين اللي عليهم الكلام الفترة دي واحد منهم كان بيلعب مع فيلر عندما كان مديراً فنياً لفريق اللوزيرن أسويسري وهو لاعب نيجيري وهدف وهو يمتلك المواصفات اللي طالبها فيلر وفايلر الرشاحه لانه انت عارفك بمدرب هو لدربك عارفك وعارف انكانياتك وحضوتك وقدراتك هذا اللاعب اللي اسمه بليسينج إليكي مهاجم لوديرن أسويسري دي لقطات لبعض أهدافه هتشوفه قدامك هؤ هو عنده 23 سنة نيجيري لعب 183 مباراة عنده 54 هدف أحرزهم وعنده 20 هدف صناعهم ودي حاجة مش قليلة طبعاً سنة دي لعب مع فريق سويسري لوزيرن 21 مباراة سجل 3 أهداف وصناع هدف سجل هدفين في الدولة سويسري من 15 مشاركة قبل كده وسجل هدف خلال مبارتين في كاس وسوسرا واكتفى زي ما قلت بصناعة هدف بشكل عام شارك مع لوزيرن أسويسري في 60 مباراة سجل 20 مره وصنع 6 أهداف اتعرض للطرد مرتين مع هذا الفريق أسويسري ودول الحالتين الوحيدتين في الطرد في مشواره الكروي نزول لحضراتكم عنده 23 سنة لسه صغير يعني رفقة فيلر لما كان فيلر هو المدير الفاني للوزيرن أسويسري لعب 23 مباراة وسجل فيهم 11 هدف عشان كده فيلر مقتنع بيه جدا يعني لعب 23 مباراة وسجل 11 هدف بشكل عام لعب زي ما أنا قلت 183 مباراة طوال ما صرته نجح في تسجيل 54 هدف وده عدد مش قليل يعني هداف الولد وصنع 20 آخرين